طريق السعادة، طريق النجاح، طريق الحياة، الصح هو اكتسابنا للمهارة الجيدة هو ان احنا نحسب كل خطوة ونعرف العنوان اللي احنا رايحين ليه مش مهم هنركب ايه، المهم هنوصل لفين؟ المهم نسأل دايما على العنوان ده كان هدفنا النهاردة ان احنا اهم حاجة في قصة النجاح وفي طريق النجاح ان احنا نحدد الاهداف عندنا اهداف عامة، عندنا اهداف خاصة، عندنا اولويات عندنا ظروف، عندنا مؤثرات من اللي حوالينا لازم قبل ما ننطلب في الحياة نعرف العنوان العنوان هو هدفك عندنا النهاردة قصة طريفة رمزية ليه قلنا عبر لنا عنها رائد من رواد التنمية البشرية وهو دكتور ابراهيم الفئي قال لنا عن قصة عاملين رحوا يعملوا شغل في اعلى بناية عظيمة مكونة من 40 طابق، فاول صدمة ليهم وهم طلعين البناية انهم وجدوا المسعد معطل، فبعد ما حاولوا استعود لعملهم في اعلى المسعد ووصلوا للأدوار العالية بعد مشقة وجهد وادوات شايلنها ثقيلة اخبر صديق صديقه وهم كانوا فرضين فقط قالوا انا عندي لك خبر صار وخبر غير صار اما الخبر الصار فاحنا وصلنا لأعلى البناية المكونة من 40 طابق ولكن الخبر غير صار ان ليست هذه البناية اللي هنشتغل فيها اتعلمنا من القصة دي ان قبل ما نضيع الوقت او الجهد او العرق لابد ان احنا نعرف العنوان قبل ما نركب في طريق معين او مركوب معين او نمشي في طريق معين لابد ان احنا نسأل على العنوان بدل ما يضيع العمر وهباء يضيع هباء او يضيع الوقت وهو اغلى حاجة عندنا في حياتنا قبل ما يضيع الوقت قبل ما يضيع العمر قبل ما يضيع الجهد لابد ان احنا نضع هدف لكل حاجة ماشيين فيها في الحياة الهدف اولا انت الهدف اولا انت وعشان تطور نفسك لابد انك تعرف نفسك كويس نفسك اقسم الله عز وجل بها وقال ونفس وما سواها النفس اغلى حاجة علينا كلنا اغلى حاجة عندك انت لابد ان انت تحافظ عليها وتعرف ايه الحاجة اللي مش موجودة عند الاخرين واللي ربنا ميزك بيها ففي طريقنا للنجاح بنقولك اول حاجة اعرف نفسك اول حاجة دور على خبراتك واكتسب مهارات تخليك انت متميز في طريقك وتخليك مختلف فبنقول ان طبعا ان السماء نجمها معدودة لكن الزحام في الارض فكون متميز كون مختلف والاختلاف يأتي اولا بانك تعرف قدراتك الشخصية والذاتية اللي انت الوحيد اللي متفرغ ليها ولا تقدر تكتشفها مهما كانت رؤية من حولك فلا تستمع الا لرؤية العقل اولا الحاجة التانية في طريقنا قلنا ان في اولويات وفي تدرج وفي مهارات المهارات النهاردة اللي بنتعلمها في الحلقة دي هي مهارات النجاح مهارات الحياة الحقيقية اللي هتوصلنا لهدفنا ده مهما كان هدف صعب ولو نظرنا لأي قامة كبيرة زي قامة الهرامات مثلا فهنلاقي القمة صغيرة لكن القعدة كانت قوية جدا وقبل كمان اول قعدة في الهرم كان عندنا اساس عميق وجديد وشاق بنوه ابقنا وأجدادنا وهم طلعين بالاهرامات يعني احنا ممكن ننزل الأول عشان نطلع ونفعد إلى أهدفنا العليا طيب يا ترى النزول ده فيه هنا فيه يعني فيه تضيع للجهد قد يكون الجهد أكبر في البدايات لكن هو أعمق هو أساس هو البداية الحقيقية فمهما كانت قعدة البناء عريضة كبيرة صعبة لكن هي الأساس اللي هنطلع فيه للبناء لغاية ما تلاقي أن القمة عميلا الأهداف ابتدت تقل ابتدت يحصل اختصار ويقل يقل يقل الحجم لغاية ما تشوف قمة عطائك وقمة مشوارك ويجي بقى التكريم في النهاية وانت واصل لقمة هدفك وانجازاتك يبقى البدايات قد تكون صعبة شوية قد يكون فيها تنازل شوية قد يكون فيها تعب أكبر لكن هي الأساس اللي هيطلع عليه الحلم وبدايتك البدايات والأساس المهارة اللي احنا بنتكلم عنها كل ما اكتسبت مهارة في التخصص بتاعك وديت له وقت أكبر كل ما كان عندك القيمة الزهبية وهي الخبرة الخبرة هي اللي بتخلي واحد يقبض بألاف الدولارات وواحد يتنه يعني بيقبض قبض محدود أو قيمة مالية محدودة والتنك مش يعني محتار الفرق لا الفرق رقم واحد في العلم ثم العلم ثم العلم المهارة والجدارة تدريب حتى تكتسب المهارة فلا تضيع وقت زي ما أغلب نجومنا وعلماءنا سفروا في بلاد أوروبا ونقلوا لنا الرؤية دي قالوا ما فيش حاجة اسمها وصايت وفيه مناصب مقتصرة على ناس وناس لأ وإن فيه وصايت بيحصل عدم تكافؤ في الفرص لا الحقيقة إن فيه جدارة الحقيقة إن فيه مهارة كانت عند البعض والبعض لا الحقيقة إن المهارة فيه ناس أنفقت عليها كتير قوي عشان تكتسبها عشان تاخد الشهادات دي فإحنا مش عايزين نضيع وقت في القيل والقال والتحصر والتوجع ونتأثر بالمحيط السيء كن أنت وحاول إنك تغتنم أغلى حاجة في الوجود والحقيقة اللي في الحياة وهي الوقت الوقت كل ما ضاع الوقت كل ما ضاعت منك فرص فالفرصة يعني زي العجلة اللي بتجري لابد إنك تغتنمها كل ما تجدها النهاردة هنتعلم مع بعض من قائد ورائد يعني التنمية البشرية اللي علمنا إزاي يكون عندنا تنظيم لأفكارنا وتنظيم لرؤيتنا وعدم تضيع الوقت بإن إحنا ندير وقتنا بطريقة إيجابية وبتفكير إيجابي هنتعلم النهاردة في الحلقة توزيف طاقتنا ويا ترى إيه أنواع الطاقات وكل طاقة تدينا إيه وإيه اللي بيعطلها وإيه اللي بيوقفها وإزاي نشحن تاني طاقتنا عشان يحصل سرعة في العطاء وبهجة ونشاط لهذه الطاقة كل دي نقاط هنجيب عنها بالتدريج ولكن بعد ما نشوف هذا المدخل لتنوع الطاقات البشرية قوة الطاقة البشرية والطريق إلى القمة ده عنوان المدخل بتاع الحلقة قوة الطاقة البشرية والطريق إلى القمة وطبعا القمة هنا اللي احنا عايزينها نجاحك في حياتك نجاحك في تخصصك الطريق إلى القمة قوة الطاقة البشرية هي طاقات مش طاقة واحدة وطاقات لها علاقة بالحواس اللي انت عارفها الحواس الخمسة أو البعض بيقول إنها سبعة الطاقات بتاعتك كل ما استثمرتها كل ما ابتديت في رحلة الطريق إلى القمة معنا رائدنا اللي يعني هذب كثير من رواد التنمية البشرية والرؤية فأنا حبيت إن احنا نفتكر طبعا الدافع لكثير من المدربين واللي علمونا طريقة التفكير الإيجابي هنا أنا بفكركم بالمشهد ده وهو كان يعني الجد هنا بيدي موحي الطاقة الروحانية وبيفكروا إن الطاقة دي قد تفجر طاقات أخرى وتحرك الصخر وتخلي الإنسان يحارب أول حاجة ضعفه لأن هي الصفة القاسمة أو المقتصمة المشتركة ما بين بني البشر كلهم رجال ونساء إن النفس ضعيفة فكل ما أنا قوتها بالروح بالنحية الإيجابية كانت تقدر تعمل المستحيل وده طبعا يعني أنا هدي مثال بسيط لجيوشنا الأبطال وهم بيسعدوا جبال عارفين إن الجبال وراها دبابات ووراها قد يكون وراها الموت المفاجئ شوف قد إيه صعود الجبل صعب شوف قد إيه صعب أنت رقم واحد ضد الجاذبية أنت في مكان صعب أنت كنت في عز الشمس والصيام ورمضان وإلى آخره وإنت صعب جبل بتفتكر إيه الشيء اللي بيدفعك أن أنت قد تقاطر بحياتك وبالموت والمنتظر هو القوة الروحية القوة الروحية بتعمل المستحيل يعني بتتحدى الألم بتتحدى الصعوب بتتحدى الابتلاءات بتتحدى الأقدار كل ما يصيب الآخرين وطبعا خير من إدونا أمثلة ودروس حقيقية في الحياة يعني أولادنا زاوي الهمم وهم لسه بيدونا طاقات إحنا ما كناش شايفينها لكن هم عندهم قوة وإصرار وعزيمة للوصول مهما كان التحدي مهما كانت صعوبة القدر والحياة فالقوة الروحية هي دافع قوي جدا وطبعا يعني علماءنا وخبراءنا اتكلموا عنها كتير يعني تقدير تقدير ناحية الروحية هي صراء أكبر صراء ممكن تصل له وده هنوضحه بأكثر من مثال أنه أكبر صراء ممكن تحصل عليه أنك اللي هو تقديرك لنفسك تقديرك لنفسك حفاظك على كرمتك انطلاقك في الحياة دون أن تنتظر من الآخرين التكريم أو التقدير ده دايما أنت قدر قيمة تعبك مع نفسك أولا قدر قيمة حلوة جواك صبر تحمل تنظيم لأفكارك بر بالآخرين كل ده أنت قدر نفسك وإكرم نفسك ويعني زي ما بيقوله كافئ نفسك على مدار الحياة ومدار مشوارك في طريق هدفك للنجاح فهنا كانت نصيحة الجد وهو بيقوله لمحي كل إنسان جواه طاقة روحية هو اللي بيدرها وطبعا لها علاقة تماما بالإيمان اللي بننطلق منه اللي بينقي مسألة الضمير والروح الإنساني في الوصول لطريق الصعب أو الطريق اللي فيه تحديات أو طريق مش مباشر طريق فيه ابتلاق فيه تأثير سلبي من البيئة أو المحيسين بيك فهنكمل يلا معنا إيه تاني من محفزتنا وأشكال الطاقة البشرية والنعم اللي ربنا اديها للنفس البشرية معنا الطاقة الروحية أنا بقول هي الصراء الحقيقي هي الصراء الحقيقي أعلى أنواع الطاقة البشرية أنا هتناول معاكم بعض هذه الطاقات في هذه الحلقة وهي الصراء الحقيقي للإنسان أنه يحس أنه إنسان أنه منتمي مش للأرض فقط ولكن الأرض والسماء فيه رب العالمين بيرقبني فيه رب العالمين بيديني فيه رب العالمين بيساعدني بنعم كثيرة في هذه الأرض وهذه الحياة فأنا إنسان أنا مختلف أنا بشر أنا فيه الأرض بقدتني والسماء بتديني وعندي ضمير عندي عقل عندي لغة إنسانية كل هذه الطاقات بتكون طاقات روحية بتقدرك عن باقي الكائنات والمخلوقات هي المسؤولة عن تغذية باقي الطاقات يعني هنتكلم أول حاجة عن الطاقة الجسمية والطاقة الجسمية وطلباتها ورغباتها واحتياجاتها طيب لو أنا كإنسان عندي مرجعية روحية ودينية وضمير والضمير ده بيحسبني يبقى أنا منطلق في حياتي بشكل صح بشكل في طريقي المستقيم الصحيح طيب فيه عندنا طاقة وهي طبعا زينة الإنسان طاقة العقل فهنا أنا ضرب مثل على الشاشة لأحد الصحابة اللي كانوا عندهم قوة زهنية كبيرة في رحلة غزوات الرسول مع طبعا يعني أكتر فئة وجهته كانت صعبة ومتقلبة هي فئة اليهود فهي هنا وهو بيتعامل معي هم مش فاهم لغتهم كانت اللغتهم قديما وحديثا هي العبرية فطلب من أحد الصحابة زي ما أنا موضحة هنا هو زيد ابن سابت طلب منه أنه يتعلم لغتهم لأن طبعا سيدنا محمد كان يعني ليه مهمة القيادة وليست كل مهماته أنه يتعلم كده فابتدى يوظف طاقات الصحابة أو أصحابه لخدمة طريقه فضرب المثل بزيد ابن سابت في أنه تعلم اللغة العبرية في 21 يوم فقط وده كان مضرب لقوته وده كان مضرب لقوته الروحية أولا لأنه عنده هدف عايز يعني يساعد الرسول في المهمة وأنه يفهم لغة خصمه لأنه طبعا عندنا القاعدة الزهبية من عارفها لغة قوم أمينة مكرهم وهنا بنقول أن أهمية تعليم اللغات جميع اللغات بتثري طريقك في النجاح فتعلم في 21 يوم فقط وأثبت قدرته الزهنية هذه طاقة ميز الله بها الإنسان وهي لها طبعا قدرات خارقة عندنا ناس بتحفظ أرقام عظيمة وبتحسب حسابات قوية في لمح البصر قدرات موجودة ودلالات استثنائية على قدرة الطاقة الزهنية وهي هنا أنا بصنفها يعني على رأس الطاقات وبفرعها أيضا من الطاقات البشرية والروحية قوة الطاقة البشرية وعطاها في كافة المجالات طريقنا إلى القمة في كل تخصصاتنا بنقول إزاي نفجر هذه الطاقات ونوظفها إزاي ما تكونش لا تكون طاقة سلبية توقف طريقنا الإيجابي في الحياة فنتعرف على المزيد في الطريق هنا بأعرفك بأنواع الطاقات أنا منذ قليل وقفت عند الطاقة الروحية ثم الطاقة الزهنية العقل وإبداعات العقل نيجي بقى للطاقات اللي بتحقق لنا السعادة العينية إحنا عايزين نشوف سعادة على الأرض عايزين نشوف سعادة في طريقنا للنجاح سريعة مرئية فين؟ طبعا على الشاشة أهي بقول الحركة الطاقة الجسمانية واحتياجاتها وقوتها طيب وضعفها هنعمل فيه طيب الطاقة الفكرية الزهنية إيه المطلوب مني كل يوم كل يوم من أيامي إيه المفروض أن أنا أديه ليها طبعا هنا هيقابلنا الطاقة العاطفية والطاقة الروحية وهي السراء والغنى الحقيقي إنك أنت إنسان ليه كيمة مرتبط الأرض فيك بالسماء وفي العطاء الطاقة العاطفية وهي طاقة الحب طاقة إيه الحب يا ترى محتاجين حب قد إيه محتاجين الحب من مين طب ولو لم نجد الحب ممن حولنا هنعمل إيه هنا تاني بفكرك بنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها النفس البشرية عظيمة مليانة جواها طاقات رائعة طيب الطاقة الحركية هنا لي وقفة قليلة مع مقولة عالم جليل وهو الشيخ الشعراوي وإحنا عارفين إنه هو كان ليه ليه وقفات فيه يعني خواطر خاصة به لأنه هو كان يعني متنوع العلوم ما بين العلوم العلمية وهو بيفسر الكرآن كان بيذهب إلى العلماء ويتعرف منهم على مفاتيح العلوم مفاتيح العلوم يعني لو الجزء ده وهو بيفسر الآية دي محتاج طب بيروح للمتقصصين محتاج إنه يرجع تاني للتفسيرات العلمية بيروح للمتقصصين فإدانا نصيحة وخلاصة ذهبية لطريق السعادة إيه هي يا علمنا الجليل قال لنا إن الإنسان لو امتلك حكتين خلال يومه تحققت له الروحة والسعادة اليومية إيه هم يا علمنا الجليل الأول حاجة إنه كل يوم يضيف لعلومه العقلية والقدرته العقلية ولو معلومة واحدة وطبعا ده بقى سهل لينا في عصر المعلوماتية والانفتاح والشبكة العنكبوتية كل يوم نضيف لمعلوماتنا والرؤيتنا بشيء جديد سواء في نطقنا الداخلي أو في نطقنا العالمي إنك تاخد معلومة من البلاد المجورة ومن العلوم المجورة كل يوم طيب وإيه كمان والحركة؟ يعني أيا كانت بقى قدرك من الصحة الجسدية إن يكون فيه شيء من الحركة اللي هي بداية اليوم ممارسة الرياضة الخفيفة ولو أضعف الإيمان المشي قال لحكتين دول بيحققوا التوازن النفسي والجسماني اللي بيقودك بقى في بقية اليوم اللي بيزبط النفسية اللي بيزبط المزاج اللي هو الاستعداد العقلي والذهني زي ما قولنا قبل كده المزاج الإنساني الاستعداد النفسي والعقلي فهو لو حصل له ضبط لهرموناته من خلال الحركة الحركة بتعمل عملية ضبط تاني لمسيرة الدم زي ما قلنا العلماء والدكاترة أنت عندك فيه دم طالع ودم نازل فيه أولادة فيه شرايين فحركة الدورة الدموية في الجسم وإنك توصل لاستقرار الهرمونات واستقرار حركة القلب وراحة العملية البيولوجية للجسم بتيجي من حاجة بسيطة الحركة ممارسة الرياضة أبسط الحاجات رياضة المشي فديكة هدية دهنا علمنا الجليل ما بين الطاقة والرؤية الفكرية كل يوم فكرة جديدة معلومة جديدة في طريق أكل النجاح فيك تسابق لمهارتك وجدرتك وتضيف ليها الحركة اليومية ده مفتاح النجاح اليومي والراحة النفسية فهننطلق أول حاجة في الطاقة الفكرية الطاقة الحركية أو الجسدية بعد اكتسابنا ومعرفتنا لأهمية الطاقة الزهنية وضربنا لها أمثلة هي التي تقودها الطاقة الفكرية يعني أنا لسه منذ قليل قلت لعشان نروح لهدفي لازم أعرف العنوان والهدف اللي أنا رايحة ليه عايزة أحقق مثلا من المشروع ده مكاسد كذا 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 عايزة أبقى مدير المكان ده ده هدف كبير فعشان أنا أتحرك ليه بقى طاقة الفكرية أو الزهنية اللي بتحرك الجسم ده اللي بتحرك طيب فيه دوافع الدوافع بقى هي النفسية بقى اللي بتتعب الطريق ده هي الطاقة العاطفية مش كل طريقنا فيه ورد وفيه ناعم ومباشر لا طبعا يعني الصعب ده بيقولك إيه لها تحتبانا إيه الطريق الصعب ده طمر أنت بتاكله لا أنت لازم إيه تستسهل الصعب عشان تحلى الحياة وتوصل لهدفك وتلك بدوريها تحفظها وتحميها الطاقة الروحية اللي هي بتخليك بقى تمشي في الطريق المستقيم والطريق السلامة النفسية وإنك توصل لهدفك بسلام طيب الطاقة الجسمانية بنكتسبها من طبعا هنا دينا وقفة مع الطعام والشراب نخلي بالنا شوية من الطعام والشراب لأن كل ما هناكل غلط كل ما هتضيع الطاقة النفسية اللي طلع بيك للقمة إيه هي قالك فيه أكلات بتضيع الهضم بتاعها بياخد تمانين في المية من طاقتك يعني تروح تنامي فإحنا نخلي بالنا من نوعية الأكل دي الأكلة دي اللي بتنيم دي ريت تبقى مرة في الشهر غير كده أنت بتقضي على وقتك اللي هو أغلى حاجة ربنا إدهالنا فإحنا فيه عندنا في طريقنا في أنواع الطاقات حاجات بتهدم الطاقة فطاقة الجسم تمانين في المية بيتاخدها رحلة الهضم لأكل صعب أو أكل مليان طبعا دهون صعبة على الجسم فهتقدل الخمول طاقة النفس الروح عندنا بيقضي عليها أيضا القلق طاقة الحركة وكسرة الحركة ما قولكش إلعب رياضة وإنت منهك في عمل عضلي طول النهار وكنت سواء في المزرعة سواء قمت بمجهود كبير في عملك ساعات كبيرة فهنا فيه عند إجهاد جسدي فالتلاث حاجات طول بيسلبوا الطاقة نشاطها ولازم يستعدهم تاني طاقة النفس والقلق فطبعا إحنا قلنا إن المنطلق النفسي اللي هننطلق به في الحياة إن إحنا بناخد من الماضي دروس لكن مش من حق الإنسان إنه يتنوا على طول في حالة عدم طمأنينة وحذر من المستقبل المستقبل زي ما بنقول إحنا هنعمل تعمل اللي عليك وتاخد خطواتك وتأمن نماء وجودك وحاجاتك الأساسية في الحياة لكن ما نضيعش طاقتنا النفسية والعاطفية في القلق على المستقبل الأساس إن أنت لا تملك إلا الحاضر واللحظة اللي إحنا فيها فاستثمر فيها وفي هذه اللحظة فقط كي تنعم بالحياة وبالطمأنينة ليس عليك من الماضي شيء ولا من المستقبل شيء القلق والخوف من المستقبل هيضيع عليك متعة الحياة ومتعة أي إنجاز حققته ولو كان بسيط فاحنا نقد بالنا من عملية هذا التوازن من الحاجات اللي بتشد الطاقة لتحت أو بتخليها طاقة سلبية ما تقومناش للطريق النشاط فالأكل بتاعنا لابد قلنا إن يتحقق فيه الألوان المتنوعة عشان يحصل عملية توازن وراحة للجسم وما ياخدش تمانين في المية من طاقتنا في رحلة الهضم الأكل صعب فهنا طبعا فيه حاجة تانية محتاجينها إن الأكل المتوازن ومعاه من احتياجات الطاقة الجسمانية النوم الكافي ما يزيدش عن تمانية لو زيد عن تمانية إحنا كده دخلنا في حاجة غير إنسانية مطلب غير إنساني ضيعنا تاني الوقت اللي قال لنا عليه علماءنا الجيل بتاعنا الجديد وفي جمهوريتنا الجديدة ينفعش يضيع وقت أكتر من كده لأن الوقت حتى اللي انت فيه مستيقظ على أقل هتفكر التفكير سفا إنسانية وقيل عنه فريضة إسلامية يبقى على أقل وانت صحي هتفكر إزاي أنطلق في الحياة اتعلمت من التواصل الاجتماعي معلومة معينة زودت أفكارك وسرقك القدرة الزهنية والفكرية اليومية طيب يبقى أثناء اليقظة فيه أي نماء لكن النوم أنت كده بتهد الحياة وبتهد الوقت وبتضيع وقتك في حاجة مش مفيدة الجسم مش محتاج أكتر من ستة لثمانية بالكتير يكون ارتاح من المجهود اللي أمدي قبل كده ومش هيوصل للمرحلة دي غير بأيضا بعد إنه يكون لي عمل ويكون لي هدف يومي بيحقق لي التوازن الهرموني والنفسي عشان يصل إلى نوم هادئ يبقى أكل صحي نوم قدر كافي يصل بينا للراحة النفسية في الطاقة الجسمانية نعود مرة ثانية لأنواع الطاقات يلا نشوف معينا إيه طاقة الحب طاقة الحب طاقة كلنا محتاجين يعني احتياجات الإنسان الأساسية إنه يحب ويتحب طيب يا طرى الطاقة دي طاقة رخيصة متاحة أنا بما أقول لك لو هي غير أنت غير مقدر من المحيطين بيك طب مين أول حاجة وأغلى حاجة عندك ممكن تديك الطاقة دي والحب ده إنك بنقول كلنا دلوقتي واختلفت النداءات وأشكالها وتنوعاتها بنقول لك حب نفسك شوية الخبراء قالوا إيه في الحتة دي؟ قال لك إيه ما نظلمش نفسنا مجرد إنك بتظلم نفسك إنك مش مديها المكافأة بعد ما عملت مجهود بعد ما أخدت بالأسباب بعد ما سعت وطرقت أكتر من بيب عشان تصل للهدف لنجاح المشروع إنك تشتغل في حتة معينة بعد ما تعبت مين هيتطب عليها تفتكر في حد في الدنيا أغلى من نفسك في حد هيحبك أكتر من نفسك فاختلفت النداءات دلوقتي الكل بيقول لك خلي بالك من نفسك شوية اعطف عليها شوية فلن تستطيع أن تعطي بلا حب لن تستطيع أن تنطلق في الحياة بلا تسامح سألوا هنا عن التعامل مع اللي ظلمك أو خزلك أو فجأك بمفجأة سيئة في معاملتنا اليومية والحياتية سواء عن نطاق المقربين أو اللي انت بتختلط بيهم فهل هنا الانتقام أم التسامح؟ فهنا العلماء والخبراء أكدوا إن التسامح أرخص ليه؟ لأن التسامح هيوفر الوقت والجهد والمال أحياناً رحلة الانتقام طويلة ومنغصة على كل لحظة من لحظات حياتك لكن في رحلة الخزلان والوقوف والتعافي وإنك توصل تاني لانتصارك على نفسك وعلى ضعفها مع المعاملة مع الآخرين هيدي قوة في إنك ما تقعش تاني المؤمن لا يقع في جحر أكثر من مرة ولكن عليه أن يتعلم كل مرة إذن التسامح في حالة الخزلان من الآخرين والمفاجآت المتعبة أرخص من دايرة الانتقام دايرة الانتقام يومياً هتديك تعب هتديك طاقة سلبية هتديك توقف قد يصل إلى الموت في ناس ضعيفة في ناس نفسيتها لا تحتمل الخزلان من الآخرين لا تحتمل المفاجآت والأقدار ما دربتش نفسها خالص على الوقوف فإذا وقع الإنسان وأصاب بشيء من الخزلان عليه أن يقع على ظهره كي ينظر إلى السماء كي يكتسب من السماء القوة والنور مرة ثانية ومن ضوء الشمس الروعة كي يقف مرة ثانية وينطلق مرة ثانية فإذا وقعت قع على ظهرك ولا تقع على بطنك حتى تنطلق وتنظر للنور مرة ثانية وتنطلق في الحياة الكل يحتاج إلى الحب ولكن الحب طاقة غالية مدفوعة التمن كي يتصل إلى الحب الحقيقي للآخرين ابدأ بحب نفسك ورعها واستثمر فيها وإديها اللي هي محتاجية من الدعم والراحة أحيانا والانطلاق أحيانا وتنظيم أفكارها أحيانا استثمر فيها وفي عطاء ربنا لها الأمثلة كثيرة جدا الحب غالي ومدفوع السمن من السعي والحب الحقيقي في النجاح ستشعر براحة حقيقية وأنت بتحب نفسك وأنت بتنجح واحدة واحدة في الحياة هنا بنقول اكسير العطاء اكسير السعادة إنك أنا نطقت الكلمة قلت اكسير العطاء يعني هو مفتاح من مفاتيح السعادة إنك وانت ماشي في الحياة دايما هتلاقي المجتمع والآخرين بيمدوا ايديهم ليك وانت بتمدي ايدك ليهم فاللي يقدر يساعد بطاقة إيجابية هيشعر بالسعادة وسيشعر الآخرين طبعا بالاتحاد والتعاون فهي ولو بشيء بسيط يعني سيدنا محمد قال تبسمك في وجه أخيك البسمة شيء أبسط الأشياء بلاش نتعامل مع الآخرين على طول بحدية وبشيء من الغلزة والقهر والخشونة لا لأن من أسباب النجاح ومن قصص النجاح في الحياة اللي أيضا تعلمناها هي إن قصص النجاح إنك تكون بتمد في لباقة في الحياة في لباقة في التعامل مع الآخرين اللباقة والذكاء أساس من أساسيات النجاح في الحياة أساسيات النجاح في الحياة ليس العلم فقط جميل العمل الجاد جميل ضبط النفس حاجات كتيرة المهارة بتاعتك الجدية في عملك والجودة في الحاجة اللي أنت بتعملها طب إيه يا ترى دول كفاية؟ لا في ناس بتخسر حياتها كلها عشان ما عندهاش عنصر إلا باقة فإحنا عايزين وإنت بتمدي إيدك للآخرين يكون فيه يعني ليونة لمن يستحقها يكون فيه مرونة يكون فيه لباقة يعني اللباقة جزء من أجزاء الزكاء الإنساني فإنك إزاي تتعامل مع الآخرين بعطاء وبنجاح طيب على رأس الطاقات قلنا أن من غير علم مش هنتقدم فلازم نرجع للطاقة الفكرية المعارف أنا دلوقتي عشان عمال أقول مهارات وجدرات وخبرتك وهي اللي هتديك الشغل اللي أنت بتتمنى اللي بفلوس كتير اللي بتتمنى والمنصب والمناصب مش اقتصرت على حد دون حد لا هي اقتصرت على اللي بيقوم من النقطة اللي هو فيها وينطلق فمن أسباب استعادة الكبرى قلنا أن يكون لك رؤية وتنطلق وتتحرك لهذه الرؤية فكل يوم هنزود معرفنا بقدر من الاستزادة سواء من التواصل الاجتماعي أو من الجزء اللي انت بتشتغل عليه انت بتشتغل على مكان معين في مزرعة معينة في مجال معين يبقى هنزود التدريب بتاعنا وده انطلاق يعني عالمي انطلاق عالمي من شرق القرات إلى غربها كلهم يجمعوا على عنصر التدريب هو اللي هيكسبنا المهارة مرة تانية إيه حكاية طاقة العاطفة بنقول طبعا لها علاقة قلنا بهرمونات وإفرازات المخ والعقل هي اللي بتحرك الحواس فلو انت حاسس جثمانيا بحالة من البقس والركود والصمت والسكوت بتقول انا مش قادر اقوم مش قادر اعمل يبقى انت محتاج شحن لطاقتك النفسية اللي هي طاقة العاطفة الوجدان طاقة الروح الطاقة دي جزء اساسي من حواسك البشرية الانسانية عشان تتخرج محتاجة شحن زي ما انت كل حاجة في حياتنا بتوصل ان ايه تقول القالة دي ما بتشتغلش القالة دي ما بتتحركش يبقى محتاجة شحن محتاجة احيانا بتعمل ايه اول حاجة انك تمسح من المخزون بتاعها عشان تستقبل تاني وتدي تاني يعني القالة تشتغل تاني فاول حاجة حتى كلنا يعني كل اللي استخدم الحاسوب والالات الذكية اول حاجة بتعملها بتمسح وبتعمل اعادة تشغيل اعادة تشغيل اللي بنسميه ريستارت بتعمل اعادة تشغيل هنمسح من المخزون اللي مخلي القالة مش شغالة اللي مخليها مش شحنة مش قادرة تتحرك تعبت لازم تمسح المخزون ده دروس سيئة صدمات ناس ما قدرتش انك انت موهوب عمال تقول انا موهوب في الحتة دي ما حدش سمعت ما حدش بياخد بايدك فانت هتكون المحفز الاول لنفسك طيب والنفس الضعيفة اللي بتنام عشر ساعات ومش عايزة تتحرك وعملة تلعب طبعا النفس دي لا وجودة لها مع النكحين لازم تكون قد الكلام لازم تكون قوي فقوتك النفسية هتديك احساس بوجدانك وانسانيتك الحقيقية كل حاجة هتتغير لو انت قومت هذا الضعف البشري النفسي اللي بيخليك بتنام كتير ما بتتحركش كتير ما بتنطلقش لأحلامك والأهدافك فطاقة الحب هنا وطاقة العاطفة بنقول هي خارجة من عضاء الجسم وهي العقل والمخ وطبعا على رأسها قلنا يعني علماءنا وضحوا لنا قالك الغدة النخمية دي في حد ذاتها اللي هي في أسفل الرأس هي اللي بتدينا هرمونات كتيرة اللي بتوصلك للمرحلة احساسك بالسعادة فلو كان الإحساس فيه خلل ما تجعلوش مرة تانية يأثر على أفكارك الأهم أفكارك أنا هنجح ده بيكون تحدي فبفكركوا تاني بالهرم بتاع طريق النجاح كانت بدايته ان يبقى فيه هدف ده في القاعدة تمام لكن وإحنا طالعين في القمة واللي لقنا ليه قدر جبير قوي قوي من الأهمية قلنا المهارة المهارة تديها وقت زي ما تديها تديها التمنتشر ساعة اللي انت بتبقى عايش يعني مستيقص فيهم مش خسارة أبدا المهارة اللي انت بتكتسبها في مجالك ايه تاني فقلنا في الطريق طاقة الحب هتقل طاقة التأدير من المحيطين بيك هتقل فاحنا محتاجين الصبر الصبر هنا ياخد حوالي تسعين في المائة من مهاراتك ومن طريقك وفي سلم الطريق للنجاح تحدي الصبر انك لازم توصل طيب صبر وما بوصلش في المعادة اللي قالولي عليه صبر وما يعني مش ما عملتش الواجب المطلوب مني الشغل الصغير اللي مطلوب مني يبقى هنا مفيش التزام لو مفيش التزام ايضا هيحصل اخفاك وتراجع هيحصل استبدالك بان يكون فيه حد تاني يستاهل الشغل ده او المهارة دي او المكان اللي عايز الخبرة دي فاحنا هنا ما بين الصبر والالتزام والمسؤولية القدر الكبير في طريق النجاح ثلاث كلمات تاني هنقولهم مرة تانية مهارة والمهارة تيجي بالتدريب تاني حاجة الالتزام الصبر تصل الى قمة الهرم اللي انت بتتمنيه بفكركم تاني بتاقاتنا البشرية اللي هي معجزة من معجزات ربنا عز وجل القدرة الزهنية وهي احد العلماء ورواد التنمية البشرية اللي عرفون قدرات العقل البشري قدرة بانه يعني فيه قدرات تصل الى يعني بالمقارنة بقوة الدوء وسرعة الدوء وقوانين الدوء في الفيزياء انه يسبق قدرات هائلة تصل لانارة مدينة باكملها اعطاها الله عز وجل فيه قدرات القدرات الزهنية للعقل البشري طول ما فيه استزادة وتنمية للعلوم اللي انت بتتعلمها مع ممارسة الحركة الرياضية اي ان كان قدرتك الجسدية متوسطة او شديدة او فوق الشديدة او قوية بيحصل قلنا عملية ضبط الهرمونات استعادة وضبطها النفسي ثم بيجي انطلاقك لطاقة الحب وطاقة العاطفة والطاقة الروحانية ما بين العلوم والمعارف وانك تنطلق ما بين العلوم والمعارف وما بين الطاقة الضمير وطاقة الروح بتحصل التوازن والراحة وزي ما الكل بداية نهاية فلنجعل نهايتنا حب الله ورسوله لتكون بداية جديدة